اشتركوا في القناة واتن عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحديهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين جاءت هذه الآيات في القرآن الكريم عقب حديث طويل عن رذائل قوم موسى عليه السلام أولئك الذين خالفوا نبيهم وامتنعوا عن طاعته وعن الاهتداء بهديه وقالوا له بكل صلافة وسوء أدب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فساق القرآن الكريم عقب ذلك قصة قابيل وهابيل تخفيفا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما أصابه من قومه وبيانا له أن الذين عصوا أنبياءهم واعتدوا عليهم قد اختفغوا الطريق الذي سلكه قابيل قابيل هذا الظالم في عدوانه على أخيه المظلوم ومضى الاثنان إلى التلال ورح هابيل يسوق قبشه وطرقه فوق التل وسجد هابيل متضرعا إلى الله أن يقبل قربانه وصعد قابيل التل وألقى بكوم القمح بالقرب من كبش هابيل وقد بدى عصبيا لا يدري ماذا يفعل عزيزي إبليس الليل قد حل وما زالت القرابين في مكانها ولم تظهر أي علامة هل مللت الانتظار؟ يمكنك أن تنصر في إذن لا 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 أريد أن يفوتني هذا المشهد إذن التازم الصمت ولا تثرثري كيف حالكم أيها الأشقياء؟ هل تستمتعون بالإقامة هنا؟ هل سنظل هنا طويلا؟ نحن لم نرتكب ذنبا إننا ندين بالطاعة والولاء لسيدي إبليس أريد أن أعرف تهمتنا كي نكون هنا في هذا السجن تهمتكم؟ الخيانة إن ولاءنا لإبليس ومولاتي ذنعانة لم يتغير غدا ستمثلون أمام إبليس ليرى حكمه فيكم نحن جنود سيدنا إبليس وخدمه غدا سيتحدد مصيركم فاستعدوا أيها الأصدقاء ترجمة نانسي قنقر إبليس انظر إنها العلامة علامة السماء ما هذه نيران؟ ها وعلى رسل الله جميعا وعلى خاتمهم سيد الأنبياء والمرسلين لقد قرب كل من الأخوين قابيل وهابيل قربانا إلى الله أملا في قبول الله له وللحصول على رضاه ومغفرته ولإنهاء الخلاف الذي نشب بينهما فكانت النتيجة رفض قربان أحدهما وقابول قربان الآخر ولم يتقبل قابيل رفض الله قربانه برضا وخضوع بل واجهه بطمرد واحتجاج واتجه إلى البغي والعدوان فبدأ بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن قائلا له لأقتلنك في لهجة تنضح بالحقد وبالحسد الطاغ الذي ينفجر في صدره كالحمم ناسيا أنه حكم الله وقضاؤه ولكنه الحسد ذلك الحسد الذي يواجه فيه الحاسد المحسود من غير ذنب جناه إلا أن الله أنعم عليه ولم ينعم على الحاسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبيل لا يريد أن يميز بين الحق والباطل ترك أرضه وحقله ومضى نحو التلال يراقب أخاه الذي ينعم في سلام وقد اشتعل صدره بالحقد والحسد ولم يعد يشغل تفكيره إلا شيء واحد كيف يتخلص من أخيه إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيتها الملكة زنعانة ما جزاء من يتمرد على إبليس ويخرج عن سلطانه؟ جزاؤه القتل الرحمة يا مولاتي نحن عبيدك ولم نقترف ذنبا هل أذنت لك بالكلام أيتها الشقية؟ من الذي حردكم على الهرب؟ تكلموا إنهما أقسم لك يا مولاي إنه لم يحردنا أحد أقسم لك ترى؟ ماذا يا نيام؟ من الجائز أن نرحمكم ونعفو عنكم ولكن لكن 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 ماذا يا مولاتي؟ أجل أجل يا مولاتي لكن ماذا؟ ولكن بشرط أن تقولوا لنا من شركاؤكم؟ أنا أعلم من شركاؤهم يا زنعانة وحدة منهم كانت نزيلة عندي أعيدوهم إلى السجن ولكن يا مولاي عزيزاتي زنعانة سوف أرى فيهم أمري فيما بعد لدينا ما هو أهم إنك تغتصب حقي وتزاحمني في كل شيء في أي شيء أزاحمك يا قابيل يا أخي؟ إنك تريد حقا ليس لك؟ بل حقي لا يا قابيل لا لقد ارتضينا حكم القربان فكيف تدعي بعد أن تقبل قرباني أن الحق لك؟ لا أعرف غير كلمة واحدة سأقتلك والحياة يا قابيل لا شأن لي بحياتك أنا لا أتكلم عن حياتي بل عن حياة الآخرين انظر إلى هذا السفح القريب حيث نعيش جميعاً أبواك وإقليمة وليبودة لماذا تصر على تعكير صف هذه الحياة الهادئة؟ هاتي يدك لأشهد عليك العالم لا لن أمد يدي إني باصة إليك يدي بالسلام سأقتلك يا هابيل سأقتلك إننا نلمح الوداعة الإيمانية والصفاء الروحي والمشاعر الطاهرة من كلمات هابيل في رده على تهديد أخيه له من خلال ما أخبرنا الله عنه في قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصة يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أصبحت منبوذًا يا قبيل لا 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 يا قبيل لست منبوذًا بل أنت السيد وبيدك أيضًا أن تصبح سيدة هذه الأرض يملكها إنهما يمرحان في أرضي إلى حين عقد العزم ولا تتردد انتهز الفرصة الآن واقضي عليه لا لن أستطيع التغلب عليه انتظر إذن حتى يغفو نعم سأنتظر بعد أن هبط آدم إلى الأرض أرد إبليس أن يدفع البشر جميعًا من أبناء آدم وذريته إلى المعصية وأن يشعل بينهم العداوة والبغضاء فرح يوسوس لأبناء آدم حتى استطاع أن يوقع الفتنة بينهم وتمكن من إشعال نار العداوة والبغضاء بين ابني آدم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر بينك وبين المجد المجد لك يا قبيل هيا هيا تقدم